في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن شهر أكتوبر الجالي سيشهد تنفيذ عدد كبير من الفعاليات على مستوى المحافظات بمشاركة كبار السن تزامنا مع المبادرة الجديدة لبناء الإنسان وتأتي هذه الفعاليات في إطار التأكيد على أهمية التوعية والحماية للمسن وإبرازي دور مقدم الرعاية كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة مساعدة بإجمال 369 مليار جنيه سنويا